طلبت الولايات المتحدة الأمريكية طلبت الحكومة الأردنية بتسليم الأسيرة المحررة أحلام التميمي من أجل محاكماتها في الولايات المتحدة بزعم مشاركتها في عملية في القدس المحتلة عام 2001 وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي تواصل الإدارة الأمريكية السعي لترحيلها والحصول على مساعدة الحكومة الأردنية لتواجه العدالة في هذا الهجوم الشنيع على حد وصفه وفي التاسع من آبا غسطس عام 2001 اقتحم مفجر فلسطيني مطعم بيتزا في القدس المحتلة وفجر نفسه ما أدى إلى مقتل 15 سخصاً وكان من بين القتلى مواطنان أمريكيان أحدهما اسمه رث وتم اعتقال التميم بزعم تورطها في العملية بعد أساميع وحكم عليها بستة عشر مؤبداً قبل أن يقع الإفراج عنها في عام 2011 في إطار صفقة تبادل مع حركة حماس وهي تقيم حالياً في الأردن نسأل الله أن يسلمها من كل سوء وأن يحفظها وأن لا تستجيب الحقيقة السلطات الأردنية لمثل هذا الطلب وأن لا يتم تسليم أحلام التميم إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأي شكل من الأشكال الحقيقة نهيب بأهل الأردن شعب الأردن العظيم أن يكون له دور في هذا أيضاً